هي استراتيجية العزم وهي إحدى مخرجات خلوة العزم التي استغرقت 12 شهرا من التنسيق دعونا نطلع على تفاصيل هذه الاستراتيجية استراتيجية العزم بين السعودية والإمارات تشكل مرحلة جديدة من التكامل بين البلدين تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك ويساهم في حماية المكتسبات وحماية المصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين من خلال مجموعة من المشاريع النوعية وتضم هذه الاستراتيجية ثلاثة محاور الأول هو المحور الاقتصادي ويهدف إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية ويركز هذا المحور على مشاريع في مجالات الخدمات والأسواق المالية والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وأيضا الطاقة المتجددة والسياحة والخدمات الحكومية إضافة إلى النفط والغاز والبتروكيمويات المحور الثاني مشاهدين هو المحور البشري والمعرفي ويهدف إلى بناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية المحور يركز على مشاريع في مجال التعليم العالي والتعاون البحثي والتعليم العام والتعليم الفني المحور الأخير هو المحور السياسي والأمني والعسكري ويهدف إلى تعزيز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية يضم هذا المحور عددا من المبادرات مثل التصنيع المشترك للذخائر التقليدية والأسلحة الخفيفة وأنظمة الرماية الإلكترونية والتعاون في مجال صيانة المنظومات العسكرية إضافة إلى توحيد المواصفات والمقاييس في قطاع الصناعات العسكرية ووضع قادة البلدين خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي مدة ستين شهرا لتنفيذ هذه المشاريع المشاريع